السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارطيكم انا بحق قلب كيفكم شخباركم ان شاء الله اموركم تمام اليوم بإذن الله سوف نبدأ بوحدة جديدة وهي وحدة التفاضل واليوم اول درس بهاي الوحدة اسمه قاعدة السلسلة اخذنا فيما سبق تأسيس لقواعد الاشتقاق والحصة تأسيس قواعدة الشخبار مهمة جدا 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 لانه المادة مبلشة من مشتقة القوس ومشتقة السلسلة فهم معتمدين انه الطالب ماخذ قواعد الاشتقاق بالاول ثانوية فعشانك مبلشين على سريعيش بمشتقة السلسلة ومشتقة القوس لهيك اذا انت مش حاضر الحصة السابقة اللي هي اسمه تأسيس قواعد الاشتقاق فوت عقواعد القوام التشغيل لطلاب التوجيه توجيهها 2006 ويحضر اول حصة من قواعد الاشتقاق بحيث تتمكن من الاشتقاق طبعا الحصة اللي نزلت هي كانت حصة من البطاقة بحيث اعطيك تفاصيل اكثر عن قاعد الاشتقاق وتقدر تتمكن منها بشكل منيح اليوم باذن الله راح نبلش بقاعدة السلسلة وقاعدة السلسلة يعني اشي موضوع جدا جدا تافه مش صعب ابدا وعندنا اول سؤال بيحكيلي جد مشتقة كل اقتران مما يأتي احنا اخذنا فيما سبق انه مثلا لو قالك اكس تكعيب زايد واحد وطلب منك المشتقة ايش انت بتسوي كايش كطالب عاد بقول له هاي الاكس تكعيب مشتقتها ثلاث اكس تربية بس بتنزل الثلاث وبتنقص من القوة واحد ومشتقة الواحد ايش صفر طيب هسو شو سوه يش سوه هو الكتاب حكي قعدة السلسلة انه انا بدي امسك الاكس تكعيب هاي زايد واحد احط لها قوس وحط فوقها رقم مثلا هون خمسة فكيف بدي انا اشتقها صار اسمها مشتقة قوس كيف بدي اشتقها سولها قاعدة حكوا ان لو عندي انا اقتران كله مرفوع لقوة كيف بشتقه شوف هذا السؤال حكالك واي تساوي اكس تربيع زايد واحد هون هذا قوس مرفوع لقوة حكوا كيف احنا بنشتقه حكا بتقول للواي واي فتح هيك المشتقة تساوي شوف ركز معي حكالي بتمسك القوة اللي على القوس بستحسيلها جنب القوس هون جنب هون القوس بتنزل الثلاث هون وبتكتب القوس مثل ما هو بدون تغيير وبتنقص من القوة واحد حلو اذا بتمسك الثلاث بستحسيلها بتطرح من القوة واحد القوس هاو لا تقرب عليه لا تقرب عليه نهائيا ولا كنو موجود معك حلو تمام تمام بعد هيك حكالي بتفتح قوس جنب بس تخلص هيك تنزل الثلاث بتطرح من القوة واحد بتفتح قوس جنب القوس الجنب هاو بشتق في ايش الاكس تربيع زايد واحد بمسكها بشتقه هون فالاكس تربيع مشتقتها ثنين اكس نزل الثلاث نحن قوة واحد والواحد شو مشتقتها مشتقتها صفر اذا مسك هاي كيف لما شوف قوس مرفوع لقوة نزل القوة تبعة القوس نقص منها واحد القوس لا تقرب عليه مثل ما هو بنزل نسخ نسخ لسخ بعدين بتشتق اللي جوه ايش الجوه القوس طيب بعدين شو بتسوي حكا بترتب هون بتمسك هاذا الحد الصغير بتضرب هاذا الحد اللي هون فبتقول له اثنين اكس ضرب ثلاث ستة اكس والقوس هاذا بتنزله لو هون اكس تربيع زاد واحد لكل اش لكل تربيع وصل كيف الفكرة الفكرة كالتالي بتنزل القوة بتنقص من قوة القوس واحد هاي تقربش عليها عليها حماية هاي لا تقرب عليها اللي جوه لا تقرب عليه بعدك بس تخلص تنزل القوة تطرح واحد امسك اللي جوه اشتقه هون على الجنب وبعدين نسوي عملية ايش عملية ترتيب هون مثلا طراكة بتقول له واي فتح نزل الاربع اكتب القوس مثل ما هو لا تقرب عليه بس تطرح من القوة واحد صير ثلاثة طبعا القوة بتنزل جنب القوس هس بتفتح قوس جنابي وبتشتق اللي جوه الاثنين صفر ال اكس تربيع اثنين ايش اثنين اكس مشتقل اكس تربيع اثنين اكس بعدين بتضرب هاي باللي هون تضرب البعيد هذاك بالقريب اللي هون اثنين اكس ضرب اربعة اكس ضرب اربعة ثمانية اثنين ضرب اربعة ثمانية والاكس بتنزل وهذا القوس بنزل هون طيب حكا لك فيما لو فيما لو انه كان القوس هاض عبارة عن جذر يعني هون اطلع ثرع اثنين هون مش قوس رقم عادي لا حطلك ايش حطلك جذر على الاقتران حكا هون قبل ما اشتق بسوى عملية تجهيز للجذر بسوى عملية تجهيز لشو تجهيز للجذر يعني قبل ما اشتق بروح على هزا هزا الجذر هزا هون جوه الاربع نقص ثراث اكس هي مرفوع لواحد يعني هون اذا مش مرفوع ليش بيكون مرفوع لواحد وهذا اسم الجذر التربيعي فهون بيكون اثنين حتى لو مش مكتوبة بيكون ايش بيكون اثنين حكا بسوى لها عملية تجهيز بالاول كيف يعني؟ بقول له اربعة ناقص ثلاثة اكس وبمسك الواحد بقسمها على اثنين بمسك الداخل بقسم على الخرج فبصير واحدة ليش؟ على اثنين بسوى عملية تجهيز حكاية للجذر التربيعي او اي جذر بالعالم امسك الداخل اقسم على الخرج هيك انا سويت عملية ايش؟ عملية تجهيز لازم اجهز قبل ما اشتق هزا باشتق شو المشتقة؟ بتنزل النص بتطرح من قوة واحد بس في طريقة بحكييني الكسر اخذنا طريقة احنا بالحصة الصابقة تاعت التأسيس انه اطرح البسط من المقام واحد ناقص اثنين ناقص واحد على نفس المقام يعني مساكنا النص حصلناها نقصنا البسط من المقام على نفس المقام حسا بتشتق الداخل الاربعة شو مشتقتها؟ صفر الناقص ثلاث اكس حكينا دائما الرقم اذا كان عندي رقم ملزق بـ المشتقة بتنزل هذا الرقم. فالاربع صفر الناقف ثلاث اكس مشتقتها ناقف ثلاث. لانه الناقف ثلاث منزقة بال اكس. فمشتقتها ناقص ايش? ناقص ثلاث. اذا اللي سوينا جهزنا بالاول لازم اتجهز. جذور في الشيء لا اشتققك اخوان. لازم اتجهزها بالاول. جهزنا. بعدين نزلنا القوة. طرحنا البسط من المقام. المقام. بعدين اشتقينا الداخل. تمام? اذا لما اشتق لما نزل القوة ونقص واحد هاي ما بقرب عليها. بتظلها مثل ما هي. بعدين باشتقها على الجنب. احفظ الطريقة. طيب. هذا السؤال طلع كيف? جذر لازم اجهزه بالاول. هاي كلها مرفوع على واحد. وهنا انت عندك ايش? عندك ثمية. فكيف تجهيزة يا اخوان. اللي بقول له اكس تكعي. زال اربع اكس. واحد على اثنين. واحد على اثنين. باشتق. بقول له واي فتحة. تساوي. نزل النص. اكتب القوة مثل ما هو. احكي له واحد ناقص اثنين. ناقص واحد. عليهش? على اثنين. بتفتح قوة جنابي. وبتشتق القاعدة هاي. شو مشتقة الاكس تكعيب? ثلاثة اكس تربية. شو مشتقة الاربع اكس? اربع. دائما الرقم ملزق باكس المشتق بتنزل الرقم. الاكس تكعيب بتنزل الثلاثة وبتنقص من القوة واحد. اذا هيك انا شو سويت? عملية ايش? عملية اشتقاف. بس بدي افهمك شغلة احسن شوية. لما نخلص عملية الاشتقاق ايوه. راح كل شي. لما نخلص عملية الاشتقاق اخوان. انا هيك انا مثلا بهذا السؤال بهذا الفرق. خلصت عملية الاشتقاق. حكالي بتسوي شغلة. شو هي? بتروح تضرب السالب ثلاث بالواحد. يعني تمسك القطع اللي هون. تضربها بالقطع لهم بالبسط. السالب ثلاث ضرب واحد سالب ثلاث. وهذا القوس لانه كسر وسالب. وهذا القوس لانه كسر وسالب. حكالي بتتنزل لتحد. يعني بتتنزل للاربعة. ناقل ثلاث اكس. بتحط عليها جذر فاضي. ركز معي. ركز معي. حس هون دائما القوس اذا كان قوة كسر وسالب. بس حصله لتحد. تمام? وبحوله لجذر. القوس لو انه قوة سالب. بسوي خط. بحطه تحت. تمام? وبحط عليه جذر فاضي هيك. طيب وبعدين استاذ. بمسك الاثنين. بحطه هون. وبمسك الواحد بحطه هون. طبعا بدون سالب. لانه انا نزلتها تحت فبطير السالب. طيب. طبعا الواحد في شيء لديعي. لانه اي شيء قوة واحد. الواحد ما بتأثر بقوة. وجذر التربيع باثنين او بدون اثنين بظل اسمه جذر ايش? جذر التربيع. طيب. وهون في عندي انا اثنين على الجنب. بحطيش الاثنين هون. فخنا نكتب الشكل النهائي. ليه ناقف ثلاث على اثنين. هاي هي جذر التربيعي. لها اربعة ناقف ثلاثة ايكس. لانه الواحد فيش لها داعي. والجذر التربيعي وال الاثنين اللي هون فيش داعي تكتبها. طبعا مرة ثانية مرة ثانية. هزا السؤال. هزا كسر وسالب. سوي خط. وحط تحت جذر فاضي. مبدئيا. اول ما شوف كسر وسالب. اكتب الصيغة هاي اللي هي اكس تكعيب زاد اربعة اكس. سوي عليه قوس. حلو. امسك هاي حطه هون. وامسك الواحد حطه هون. الاثنين فيش داعي اكتوبة هون لانها جذر تربيعي. فيش داعي اثنين اصلا. لانه بظل جذر تربيع. والواحد جوا. والواحد كمان لانها قوة ميلها داعي. لو كان ارقام ثانية غير الواحد والاثنين كان كتبناه. هاي بتنضرب وين? بتنضرب البسط. بتنضرب بالواحد. وبتنزل مثل ما هي. انه هاي ضرب واحد تنزل مثل ما هي. زي مثلا خمسة ضرب واحد خمسة. قوس ضرب واحد بنزل نفس القوس. والاثنين هاي اخوي. لانها تحت. بتظلها تحت مكانها. تمام? اذا. هاي ارتكاء. انه بجهز. بشتق. بعدين برجع ازبط الامور اكثر واكثر. نشعر لكل امور واضحة وبسيطة. طيب. حسا. نشوف مثلا لو اعطات سؤال. بده المشتقة. واتعوض مثلا. قال لهو نجد مشتقة كل مما ياتي عند قيمة اكس المعطا. يعني اشتق وعوض. بقول اوكي. شو مشتقت هاي? بتنزل الثلاث. بتكتب القوس مثل ما هو. بتطرح من الثلاث واحد بسير اثنين. بتفتح قوس جنابي. بتشتق هاي. هاي شو مشتقتها? ثمانية اكس تكعيد. والناقص اكس شو مشتقتها ناقص واحد. دائما الرقم ملزق باكس. المشتقة بتنزل هاي الرقم. فهون لانه واحد جنب الاكس. فمشتقتها اللي هي واحد. والسرب بتظلها سالب. تمام? تمام. اذا خلصنا عملية اشتراك. فيه تجهيز وترتيب. فيش ترتيب لانه خاص. فيش كسر. فيش حط واحد. قوة اربعة. ناقص واحد. شيل كل اكس حط واحد. قوة اثنين. ثمانية. واحد تكعيب. ناقص واحد. ومنها واحد قوة اربعة واحد ضرب اثنين اثنين. ناقص واحد واحد. تربيع واحد ضرب ثلاث ثلاث. طبعا هاي كلها لانه واحد قوة اربعة. حسبها لحسب. واحد قوة اربعة واحد ضرب اثنين اثنين. ناقص واحد واحد. تربيع واحد ضرب ثلاث ثلاث ثلاث. واحد تكعيب واحد. ضرب ثمانية ثمانية ناقص واحد سبعة. ثلاث ضرب سبعة كام? واحد وعشرين. اذا هي الفكرة بشكل عام. شوف هذا السؤال نفس الشي. هنا اول شي بسوي لعملية تجهيز للمجذر. فشو تجهيزه اخوان? طبعا في قاعدة مشتق الجذر التربيعي. بس الجذر التربيعي له قاعدة. يعني بدون تجهيز. بحكية دائما لو شوف الجذر تربيعي. فيش داعي انه جهزه. جذر التربيعي فيش داعي انه جهزه لانه فيه له قاعدة تشتقق. شو هي هاي قاعدة الاشتقق يا اخوان? حكالة جذر التربيع لما تشتقه. بتمسك اللي جوها الجذر تشتقه. مشتق الجي جي فتحة. على ثنين نفس الجذر. حكالة جذر التربيع فقط. له خاصية بالمشتقات. له قاعدة اشتقاء خاصة فيه. حكالة بدل ما تجهزه فيه طريقة سهلة. ليه ايش? بس شوف جذر التربيعي. اشتق اللي جواته واقس مع اثنين نفسه. كيف يعني? هون بدون تجهيز. طالع كيف? بقول له افل مشتق للاكس. شو مشتقت هاي? هط جذر تربيعي صح? اشتق اللي جواته. الواح ايك. حكالة جذر التربيعي يا اخوان. له خاصية. انه بتشتق لجواته تقدر على اثنين نفسه. وممكن تتجرب على اسأل اللي حلناها قبل. لما السؤالين اللي حلناهم بالجذور هون. كان جذور تربيعي هاي. هذا السؤال جذر تربيعي وهذا السؤال جذر تربيعي. فانت لو اشتقيته. لو اشتقيت هاي. تطلع اشتق لجوه. ثلاث اكس تربيع زاد اربعة. على اثنين نفسه. فبتوضب بدل الكركبة اللي هوني. فالجذر التربيعي فقط. حالة خاصة. انه. بقدر اشتقه. بدون ما اجهزه. يعني بشتق لجوه. على اثنين ايش? على اثنين نفسه. حاس اعوض لي الاثنين. قل اف المشتقل الاثنين. اللي هي. اشيل كل اكس حب اثنين. اثنين تربيع اربعة. نضرب ثلاث اثنين. اثنين تكعيب ثمانين. زاد واحد تسعة. ومنها اثناش. على. الجذر التربيع لتسعة كام. ثلاث. ضرب اثنين ستة. او ممكن تحطها كتلة واحدة. الاثناش تقسم ستة كام. عبارة عن اثنين. ففي قاعدة للجذر التربيع ممكن تحفظها لمشتقة مداخل الجذر. على اثنين نفس الجذر. هون. هاض من الجذر التربيع. طلع. احطي الجذر تكعيد. فهاض لازم تجهزه خواه. فيش مجال لغير تجهزه. فاول شي كيف تجهيزه هاض. بقول له اكس تربيع. ناقص واحد. بقسم الداخل على الخارج. بقول له اثنين على ثلاث. هاض هيك تجهيزه. انا هيك ما اشتقيت. التجهيز لا يعني اشتقاق حكينا. هسا باشتق. بقول له واي برايم. سابق. بنزلي اثنين على ثلاث هون. اكتب الاقتران مثل ما هو. اطرح اثنين من ثلاث. اثنين ناقص ثلاث ناقص واحد. عليش? على ثلاث. هسا اشتق الداخل. افتقوا الجناب اشتق هاي. الواح صفر الاكس تربيع مشتقتها اثنين اكس. بعدين نرتبها. هاض كسر وسالب سوي خط. حط جدر فاضي. امسك هاي اللي هي اكس تربيع. ناقص واحد خط تحت. اذا بس مسكناها نزلناها تحت. لانها كسر وسالب. الثلاث برا. الثلاثة تحت هاي. بتكون برا هون. والواحد بتكون جوه بس جدا على الواحد. طيب. وهاي ضربة هون. اثنين اكس ضرب اثنين. اربع اكس. وانا ايش على ثلاث. اذا ناك احنا اشتقينا السؤال. هسا اه بعوض النقص اثنين. فبقول له. لما الاكس تسوي اثنين. اللي هي. اربع ضرب اثنين ثمانية. على ثلاث. اثنين تربيع. اربعة ناقص واحد. ثلاث. فهي بتطلع ايش? ثلاث. الجذر التكعيبي. ايش? للثلاث. اذن. اثنين تربيع اربعة ناقص واحد ثلاث. تطلع الجذر التكعيبي للثلاث. مضروب شو? مضروب ثلاث. فهذا هو الشكل النهائي لحل السؤال. وهذا ايش? لا صح مية بالمية. بس هنا اعوضنا ناقص اثنين. مفروض ناقص اثنين. مفروض ناقص اثنين. فاربع ضرب ناقص اثنين ناقص ثمانية. ناقص اثنين تربيع اربع ناقص واحد. ثلاث. بس يعني اذا الامور ان شاء الله تانا بتطلع. ايش? اتجاوب هاي. بالشكل اوكي. ان شاء الله تكون الامور مفهومة وسهلة ومباشرة. خلينا نعطيكم مواجب للحصة الجاي. اه تتسلو فيه. اللي هو عندنا فرع ايه? المشتقة عادية وتعويض مباشر. هاي مشتقة ايه? مشتقة جذر التربيعي. تشتاقة وتعوض الاثنين. هاي بتجهزها. يعني هو واحدة عادية. واحدة بتشتاقة جذر تربيعي. وواحدة بتجهزها وتشتاقة. تمام? وكلهم بس تخلص اشتقاق ايش? بتعوض الرقم المطلوب. فالفكرة سهلة بس بدها كثير حل يعني. بدك كثير كثير حل. وبدك كثير كثير اسأل عذا الموضوع بحيث ثبته بشكل منيح. فحليل هدول. الحصة طبعا الدرسات رح قسموها الحصتين. هاي حصة. والحصة القادمة ان شاء الله راح نكمل ما تبقى اه من هذا الدرسات. طيبكم عابل هون? نراكم ان شاء الله الحصة القادمة. طبعا مثل ما احكي لكم مثل ما احكي كل مرة عشان طلاب تعرفها. طلاب كثير بتسهل. اه طبعا في بطاقة للمادة. البطاقة تختلف عن شرح اليوتيوب. البطاقة بكون فيها حل جميع سيطة كتاب. كيف حصة التأسيس تبع قاعدة الاشتراك اول حصة. نفس نظام الشرح هيك. شرح تفصيلي. كمية كبيرة من الاسئلة. كمية كبيرة من الافكار. اه في اسئل السنوات. في كثير شغلات تانية موجودة على اه البطاقة. فانا بقدرش اعرض كليش عشان الطلاب طبعا تتابعون البطاقة ما يحقوا السابق وانت بتشرع اليوتيوب ليش خليتنا نشتري بطاقة. فعشان هيك بديش ينسوي تصابمات بين الطلاب. فهذا هو الشرح. الشرح فقط لتوصيل فكرة للطالب بحيث يقدر يحل حاله المادة ويمشي فيها. الطالب اللي بده اسئلة اكثر. بده يتمكن اكثر واكثر. بده يحل كمية كبيرة من الاسئلة. بقدر يوصل البطاقة ويمشي معي على شرح البطاقة. والدوسية طبعا دوسية مجانية لكل. المعه البطاقة والمام معه البطاقة. يعني المام معه البطاقة بقدر يجيب الدوسية ويحلها ويشوف كمية الاسئلة موجودة فيها. وهي كمية الاسئلة هاي كلها انا بحلها للطالب كمان على البطاقة ان شاء الله. طيب. الحب يوصل البطاقة والحب يفوت عقربات الواتس طبعا جربات وصل لكل. اه دوسية لكل. بس الشرح هو في شرح لليوتيوب وفي شرح ليش? للبطاقة. فانا عندي الرقم عشان بيع حاب تسألني اسئلة عندك سؤال مثلا حاب ان هي تبعث الواجبات بتفوت عقربات الواتس. اللي بدك اياه. ما يدى يا. تقدر تتواصل معي على هذا الرقم. صور سبعة ثمانية سبعة أربعة واحد اثنين ثمانية خمسة ثلاث. هذا الرقم التواصل تقدر تتواصل معي. بدك تواصل بطاقة بدك تفوت عقربات الواتساب بدك تساني سؤال تبدك تواصل معي على هذا الرقم. يعني تكن يعني في لان. تنسوش تتفاعل مع الحصة بحيث تواصل لأكبر عبد منكم للطلاب. بلايك أو تعليقه أو اي شيء تمام واذا مش مشترك بالقناة اشترك بالقناة بحيث يوصل الشرح للجميع. نراكم ان شاء الله الحصة القادمة. كان معكم اخوكم وحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.